حباً المزيكة الحماسية بتاعتنا دي جداً بالمناسبة واحد من زميلي لفت نظري النقطة مهمة جداً قال يوسف اللي انت قلته احنا ناس كتير جداً مش هتقدر تفهم منه حاجة ايه هو رواد وحضنات وعشرين تلاتين ومش عارفين باختصار يا جماعة ريادة الاعمال انك انت حضرتك تعمل شركة ناشئة باع اعتبار المصطلحات الرائجة اليومين دول هتعمل ستارتاب حلو؟ شركة ناشئة انت عندك فكرة عاوز تعمل شركة عاوز تكبرها هتعمل ايه وازاي وهتمول الشركة دي ازاي ونشاطها والماركتنج بلان بتاعتها وهل هي ليها مستقبل ولا ملهاش وقدرتها على النمو وتصل الى اي ايه دي اسمها ستارتاب او شركة ناشئة اللي بيعملوها دول هما الرواد رواد الاعمال يعني ايه الحاضنة يعني ازاي هنروح قالوا هالكو بالمصري بالبلدي زي هنحلق عليك كده علشان نحفظ عليك ونكبرك ونساعدك ونخليك شجرة كبيرة مفرعة ومسمرة دكتور غادة خليل مديرة مشروع رواد عشرين تلاتين اهلا بيك اهلا بحضرتك واهلا باستاذ المشاهدين انا شرحت كده بتبسيط مخل ولا بتبسيط يعني الناس تقدر تفاهمني لا طبعا تبسيط صحيح ولا بوزت الدنيا لا لا خالص خالص طيب المزيد بقى من الشرح احنا في عندنا المشروع اللي احنا بنتكلم عليه يمكن حاضنات الاعمال في افريقيا والدول العربية مصر اصبح لها تصنيف جوة الامم المتحدة باعتبارها دولة من الدول المهمة في ريادة الاعمال والشركات الناشئة وهكذا وليها تصنيف اظن اصبح بيزيد سنة بعد سنة انا عايزة فيها بالاول ايه كات التصنيفات دي بتاعني بالنسبة لنا ايه هتفرق معنا قد ايه قدرتنا على ان احنا نحتضن شركات ناشئة وتكبر تبقى من الشركات الكبيرة في الدنيا في وقت من الاوقات طيب انا طبعا بشكر حضرتك ان احنا بدأنا بالتصنيف مصر هو طبعا مصر يعني تصنيفها في ارتفاع متزايد فيما تعلق بريادة الاعمال مصر السنة دي اخر احصائيات طلعا من 2021 مصنفة الاولى على الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة اشكر من جميع اعمال افريقيا من حيث او ربك في ادخوات جیز هكم دهجنا